السلام عليكم شباب ورجعنا لكم في فيديو جديد وهل مرة لدينا إصلاح ماذربورد للابتوب HP طبعا الـ HP موديلها مثل ما يشوفون وضعتكم هنا أعتقد 15SFQ021ONG هذا موديل اللابتوب الكامل البورد هذا قمت بتفكيكه طبعا اللابتوب ساكت بشكل كامل ماكو لاحسوا نفس الموديل مع البورد هذا واضح أمامكم DA00P5MB6D0RivD هذا موديل البورد مشكلة هذا البورد اخوان مثل ما قلت لكم ساكت فخلينا نجي ناخذ فكرة عن المشكلة خلينا نجيب شاحن ونرفع قياسات سوى شباب فخليكم تابعين ايه اخوان جبنا شاحن وجينا ربطنا الشاحن بهذا الشكل خلينا نجي نرفع بلطيات عن البورد نربط ارضي على ايه ارضي وليكن خلينا ننزم البورد بهذا الشكل هذا ارضي من هنا او من هنا ما يفرق على السوكت ادنى 19 فولت معرف اذا شوفونا او لا خلينا نطرب لكم الملتيمتر ادنى على السوكت 19 فولت الخط المين كلها سليم الفولت تيجر تيجر فولتية تعبر هنا مسفت الدخل او مسفت الحماية مسفت الحماية الاول على 19 فولت خرج المسفت 19 مسفت الحماية الثاني 19 خرج المسفت الثاني 19 مقاومة المقارنة 19 خرج مقاومة المقارنة او الشانت ريزيستر عليها 19 الخط المين كلها سليم الفولتية عبر على البورد نريد نتأكد نأخذ اي بور سبلاي او اي دائرة على البورد والتي تكون هذه نرفع قياس من دخل الدائرة مثل ما تشوفون 19 فولت واستعدنا على الدوائر ف ش راح نسوي اخوان راح نجي نفحص البور سبلايز اللي موجودة على الجهاز شوف شنون الفولتيات اللي عليها هنا صفر فولت هنا صفر فولت صفر فولت 2.9 لانه هذا قريب على سوكت الشحن اعتقد او سوكت البطارية فهذا اعتقد الدائرة الخاصة بالشحن مثل ما تشوفون عليها فولتية ولكن فولتية طبعا قليلة فرثكن اكثر هنا صفر فولت هنا صفر هنا ثلاثة فولت وهنا صفر فولت مثل ما تشوفون هاي الفولتيات اللي عندنا شوفنا قسناها سواء زين خلينا روح على وضع الجرس ونشمط الشاحن خلينا شوف المقاومة على خلينا حلقت الخليش هنا 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 ما أكو شورت. هنا كأنما أيضاً أكو شورت. هناك أنما أيضاً أكو شورت. هناك أنما أيضاً أكو شورت. وأيضاً هنا. وأيضاً هنا. منطقين هنا مفروض ما كو شورت. جميع الـPore Supply إذا عدا هذا وهذا ما عليهم شورت. تلقى كلها عليها شورت مثل ما شفتوك يبين شورت طبعا ممكن يكون يعني مقاومة قليلة مثل اللي يصير مع دوائر تغذية المعالج ومعالج الرسومات والبي سي اج فما نريد نحكم على انه هاي الدوائر مشرطة خلي نروح للميزة الثانية نحاول نفتهم او نلقى الى بورد فيو او داتا شيت ونفتهم شلون اللي جاي يصير على البورد حتى نقدر نرفع قياسات ونتأكد من سبب العطل بشكل اداء خليكم تابعين يجينا على الميزة الثاني اخوان خلي نقوم بالفرشوصات اللازمة قبل ما نبدأ باي شي خلي او الشي اشوفكم او خلي احولكم على كاميره من هنا لان ما لكم شغلوا بوجهي هذا البورد سبلاي هنشغلها زي وضر فولتية مالك تايلة 19 فولت نروح الى وضع الهاند طبعا الهسة مثل ما شوفوا نعتكم هدنا 19 فولت هدنا هذي كابل رح نربطها على البورد سبلاي ربطنا على البورد سبلاي نجي نغذي البورد بفولت نربطه بهذا الشكل عدنا 170 ملي امبير جاء تنسحب على البورد ومنه البورد ساكت 160 ملي ملي امبير جاء تنسحب عدنا على البورد بدون اي شي هذا الشي مطبيع طبعا اقوى انصر جاي يقوم بسحب الفولت على عموم خلي طبعا فولتية رفعناها شف تأكدنا انه قد قلنا عدنا هنا عدنا ثلاثة فولت وهنا عدنا ثلاثة فولت وهنا عدنا ثلاثة فولت وهي بورد سبلايس كلها تقريبا في حالة شورت اه طيب من وين نبدأ اول شي خلي نحاول نامن دات الشيت و اه بورد فيو حتى نعرف شانو تعاملوا يالبورد لانه صراحة اه هسا انا مثل الاعمى ما اعرف ياه هو بورد سبلاي الثلاثة فولت ياه هو بورد سبلاي الخمسة فولت فخلي نامن السكماتيك والبورد فيو ونرجع لكم اخوان طبعا دورت على السكماتيك وبورد فيو لهذا الجهاز ما على اسف ما لقيت له فطلبت الدعم والاسناد من المهندس الكبير محمد عرام جزاء الله خير بعث لي بورد فيو ومخطط وتشريح لي بورد قريب جدا عليه فخلي نروح لوضع الديسكتوب نجي شوفوا هنا هذا التشريح الخاص بالبورد مثل ما واضحتكم هنا اخوان هذا الثلاثة فولت الاسفايف على هذا الكويل وهذا الاي سي الخاص بالثلاثة فولت اسفايف وهنا عدنا البي ال اه هداعش واحد وخمسين اللي هو الخمسة فولت الاسفايف هنا بهاي المنطقة والاي سي ما للخمسة فولت يكون هنا فهذا الاي سي هو الخاص بالخمسة فولت ستاند باي او الفولتية وضع السكون وهنا لثلاثة بوينت ثلاثة منفرض تكون على تطلع من هذا الاي سي وهذا هو الملف الخاص بالثلاثة فولت اللي هي الاسفايف متر ما واضحتكم فخلي اول شي نجي نتأكد اه من اه هذا الاي سي خليشوف على البورد فيو ويشوف اه ليش ما جاي يخرج عندنا ثلاثة فولت وهذا الكويل ليش عليه ثلاثة فولت ومو خمسة هذا اللي هو الخاص بالخمسة فولت فخلينا نروح للبورد فيو هذا هو البورد فيو الخاص بالبورد هذا الجزء ما نحتاجه او هذا الجهة نروح للجهة السفلية من البورد بهذا الشكل طبعا هذا هو البورد امامكم هذا هو الاي سي المقصود مثل ما شوفون اه خاص بالثلاثة اه فولت هذا هو الاي سي خاص بالثلاثة فولت مثل ما شوفون وهذا الكويل الخاص بالثلاثة فولت مثل ما تشوفون ننزل تحت هنا هذا كويل المفروض هنا عندنا كويل الخمسة فولت مو هذا هذا اي سي اي سي الخمسة فولت وهذا كويل للخمسة بولت مثل ما وضحتكم هنا زين هل سوى الشيء خلينا نجي تعمل مع الثلاثة بوينت ثلاثة بعدين نروح للخمسة بولت هذا الكويل وهذا الاي سي اللي هو البيو البيو 1101 على مواضن بيو 1101 خلينا نروح للمخطط بحد بيو 1101 هذا هو البيو داعش 01 اللي هو 3.3 فولت عدنا الارجل الخاصة بالخرج خلينا نشوف ثواني او الدخل والخرج خلينا نقيس او اشي الدخل شوف الولت هي داخلة عدنا ولا لا الولت ان وين منفرض يكون هاي الانتثل الرجل بالضبط الرجل رقم الثلاثة واربعة هي خط الفولت اللي جاي من من الفي ال ثم اشوفون هنا هاي الشورت اصلا فواشرة الفولتية عبر على الرجل واحد اثنين وثلاثة على الاي سي او الرجل الثنين وثلاثة واربعة نزين خلينا نتأكد من البورد يو اخوان اثنين ثلاثة واربعة ذي الفولت ان متر ما اشوفون هاي المفروض يكون عندنا تسعة عشر بولت عليها اخوان خلينا نروح نقيس الستة نروح الى بضع الهاند او خلينا نروح تحت الميكروسكوب طبعا نربط البورد نزاحته قبل شوية نربطه على مصدر التغذية ربطنا البورد هذا هو الاي سي اخوان ناخد ارضي من اي مكان وهاي الرجل واحد ما لنا علاقة بها اثنين ثلاثة اربعة مفروض هنا عندنا تسعة عشر فولت نظرا هنا سعة عشر فولت عندنا موجودة شباب على الاي سي مثل ما يشوفون داخل اي ستات عشر فولت داخلنا كيف حال خروج عن رجل اي سي على اي رجل ممكن يكون ثمانه اروح للمخطط مرة اخرى 5 15 16 هي اللي جاي على 이걸 خمسة ١١٢ ١١٥ ١٥ ١٣ و 16 هم هذولة ربطين مع كويل وعليهم صفر فولت. ما جاء يتخرج الفولتية. من الطرف الآخر الرجل رقم 5 أيضاً مفروض يكون هنا. هاي الرجل رقم 5. أربعة هنا. خمسة. هاي المنطقة صفر فولت مثل ما شوفون. ما عندنا عليها خرج. إذن الـ IC ما جاء يخرج. هذا ما جاء يخرج عندنا فولت. طبعاً بي سخونة أخوان. الـ IC. سنتبهت. إذا نشوف. إذا هاي المية وسبعين ملي أمبير. اللي جاء يستهلكها. أو جاء يسحبها البورد. هي سببها. اتمال تلف بهذا الـ IC مثل ما شوفون. ولكن ما رد نستاجر نحكم على الـ IC بالتلف لأنه ممكن يكون خرج هذا الـ IC هو التالف. فشراً رح نتأكد بكل سهولة رح نجي نروح على الخرج اللي هو على هذا المكثف اللي هنا. وأيضاً على هذا الكويل القريب اللي هنا على هذا الكويل. نجي نتأكد إنه عدنا شورت على هاي المنطقة أولا. فنروح على وضع الشورت. مثل ما شوفون الشورت. أنت وين جاي يشوفون الشورت على العموم. أعتقد وصل فكرة. هذا الكويل جاقص عليه شورت. فممكن أو ممكن أكيد لأنه الخرج عليه شورت فالـ IC جاي يسخن عدنا. أنت لم أشوف. ما قلنا نكرر العملية خاف ما كنتم شوية فيها. الـ IC جاي يسخن. فش نسويه لصحة نتأكد. رح نحقن ثلاثة على الكويل. ونشوف شوين راح يروح الفولت. أو وين راح يروح. يعني التلف. يعني وين راح يروح. شنو سبب الشورت. فش نسويه ننزل الفولتية من الـ إلى ثلاثة فولت. خلينا نروح إلى وضع الهاند. نصحب الميكروسكوب على جنب. ناخذ أرضي من أي منطقة. نحقن الفولت على الكويل مع ثلاثة بوينت ثلاثة. ومثل ما شوفون شورت صريح عدنا. نحقن مرة أخرى. نزل الفولت عدنا من ثلاثة بوينت اثنين. نزل عدنا إلى الاثنين بوينت اثنين. وعدنا سحب أربعة ونص أمبير. فدلالة على وجود شورت قوي على خط الخرج الخاص بهذا الـ خلينا نروح تحت الـ أو خلينا على الهاند. خلينا نتأكد. خلي واشي نحكم فوق. نشوف الحرارة وين جاي. كوين عندنا. المعالج اخوان. المعالج جاي سخن. بس شنو عراقة الثلاثة بوينت ثلاثة بوينت ثلاثة بوينت ثلاثة بوينت ثلاثة تروح على المعالج بشكل مباشر. نتأكد. هذا خرج الـ بهالنقطة وهذا الـ الخرج مع الـ يجع على هذا الـ وعلى المعالج مباشرة. خلي شوفكم ثواني كم جاي شوفوا نرجع المعذرة. نروح على وضع الـ خلي شوفكم من جديد هنا هذا الـ هذا الخرج مع الـ يروح على الطرف الآخر من الكويل هذا طرف الآخر من الكويل مرتبط بهذا الـ وهذا الـ ما جاي يصير بي سخونة اتنال حقا. شوف الفولتية ما جاي تروح. جاي تروح على المعالج بشكل مباشر. على هاي النقاط. ثلاثة بوينت ثلاثة اه اس فايف او الـ مرتبطة مباشرة بالمعالج على هاي الأرجل. وبالتالي المعالج مشرك عندنا خلي نتأكد نحكم فولت مرة اخرى. هنروح على وضع الميكروسكوب شوفكم بشكل اوضح. جاي نحقين فولت هذا الكويل بهذا الشكل. ويسحب على الـ مثل ما شوفون عندنا اربعة وشوية امبير. والمعالج ايضا جاي يسخن بشكل مباشر. خلنا وديكم للمعالج بهذا الشكل. هذا المعالج اخوان. خلي نخلي مادة. هنو يشوفون. يتسبخر مباشرة المادة. فهذه المعالج هو اللي تالف مع الاسف اخوان. شوفوا النقطة الجات تسخن اخوان بالضبط. بالضبط هي النقطة اللي عليها الارجل. حسب البورد فيو. شوف. شوف. يعني النقطة بالضبط جات تسخن. يعني النقطة. هنروح على البورد فيو. اذا راح نوضع الدسكتوب. مجينا على البورد فيو. مثل ما شوفون هاي النقاط بالضبط. هي هنا. اللي موصولة بالمعالج. المعالج هو اللي تالف. خلي نشوف شنوع المعالج. نحاول نبحث عنه ونشوف اذا رخيص. نجيبه. ونقوم باستداله. طبعا انا ما عندي بي جاي ماشين. ولكن راح استعين بصديق عنده بي جاي ماشين. يستبدل السي بيو عنده. اللي هو الاس ار اف جي وان. اس ار اف جي وان. حاليا الوضع على الدسكتوب بالضبط. اس ار اف جي وان. ما شوف تشوفون طبعا خلي. خوفكم تحت الميكروسكوب موديل المعالج. هذا المعالج اس ار اف جي وان مثل ما اضافتكم. خلي نروح على الدسكتوب مرة اخرى ونبحث عن المعالج. بالعالي اكسي بريس موجود. سعره اربعة الاف ومية وست وعشرين ليرا. يعني اكثر من مية دولار. قليل مية وعشرين ومية ثلاثين دولار. سعر البورد ككل حسب الموديل. خلينا نبحث حسب الموديل على البورد. سعر البورد كله اربعة الاف ومية وثلاثة وخمسين. وسعر المعالج واحدة اربعة الاف ومية وعشرين اذا. فاستبدال البورد راح يكون افضل من استبدال المعالج. وبالتالي اصلاح غير مجدي. وراح توقف لحد هنا عن الاصلاح لانه ما نقدر نسوي اي شي. فراح اتصل بالزبون واوضح للفكرة انه المعالج تالف. وانه سعر المعالج راح يكلف مبلغ عادل مبلغ الماذر بورد. فاكيد راح يختار انه يقوم باستبدال البورد ككل. فراح نوصل على بورد جديد من الصين ان شاء الله. ومن يجي البورد انه نقوم بتجميع وتسليمه للزبون. هذا كل شيء اللي عندي بفيديو اليوم. اتمنى يكون الفيديو اعجبكم اخوان. اذا اعجبكم الفيديو تنسونا بالاعجاب بالفيديو. اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. حتى يوصلكم كل جديد. قومي اياكم سيبقى دائما قانت قدا بتلك. فيما الله.